السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنواصل تعلم الحروف العربية اليوم سنتعلم حرف الجيم حرف الجيم حرف الجيم الحروف التي تعلمناها فيما سبقه هي حرف الباء التاء الكاف الميم الها الألف حرف الراء حرف اللام حرف الدال حرف النون حرف الياء واليام هو حرف حرف الجيم حرف الجيم إذن نكتب حرف الجيم في بداية الكلمة نكتبه بهذه الطريقة هذا هو حرف الجيم حرف الجيم في وسط الكلمة نكتبه بهذه الطريقة حرف الجيم في نهاية الكلمة مع ربط يكتب بهذه الطريقة أما إذا كان حرف الجيم معزولا فيكتب بهذه الطريقة أو بدون ربط يكتب بهذه الطريقة حرف الجيم في بداية الكلمة حرف الجيم في وسط الكلمة حرف الجيم في نهاية الكلمة مع ربط أو حرف الجيم عندما يكون وحده أو بدون ربط إذن كما اعتدنا الآن سنكتب حرف الجيم مع الحركات والمدود حرف الجيم مع هذه مع فتحة جا 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 جيم فتحة جا جيم ضم ضم جو جو جا جو جيم كسرة جي جي جا جو جي ثم جيم سكون ج ج جا جا جي جا جا جو جي ج الآن نكتب حرف الجيم مع المدود حرف الجيم هنا حرف الجيم ثم هنا حرف الجيم إذن حرف الجيم مع هذا المدود هو جا 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 حرف الجيم مع هذا المدود جو جو حرف الجيم مع هذا المدود جي جي جا جو إذن الآن يبقى لنا حرف الجيم مع التنوين إذن حرف الجيم مع هذا التنوين حرف الجيم مع هذا التنوين حرف الجيم مع هذا التنوين إذن مرة أخرى أقرأ كل هذه الحرف الجيم مع هذه الحركات والمدود جا جو جي جا جو جي جن 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 الآن نكتب حرف الجيم في بعض الكلمات حاولوا أن تقرأوا هذه الكلمات معي إذن سأكتب الكلمة الأولى التي تبدأ بحرف الجيم مع فتحة جيم فتحة جا جا الحرف الثاني وهو حرف الميم مع فتحة ما جا ما جا ما ثم الحرف الآخر وهو حرف اللام مع ضمتين لن جا ما لن جمال جمال الكلمة الثانية وهي حرف الجيم أيضا مع ضمة جيم ضمة جو جو الحرف الثاني هو حرف الباء مع سكون ب ب جو ب جو ب جو ب ثم الحرف الآخر وهو حرف النون مع ضمتين نون نون جب نون جب نون جب نون الكلمة الثالثة وهي تبدأ أيضا بحرف الجيم مع فتحة جيم فتحة جا جا ثم الحرف الثاني وهو حرف الراء مع فتحة راء راء جا راء جا راء ثم الحرف الأخير وهو حرف السين مع ضمتين سن جا راء سن جارسون جارسون جمال جبن جارسون كلمات أخرى تحتوي على حرف الجيم الجيم إذن هذه الكلمة تبدأ بحرف الدال فتحة دا دا ثم حرف الجيم مع هذا المد جا دا جا دا جا ثم حرف آخر وهو حرف الجيم مع فتحة أيضا جا دا جا دا جا دا جا جا ثم حرف الثالثة المربوطة مع ضمتين وهي تن دا جا جا تن دا جا جا تن دا جا جا تن دا جا جا تن حرف الثاني وهو حرف نون ن ن جن 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 ثم الحرف الثالثة وهو حرف الدال مع كسرة جن دي جن دي جن دي ثم الحرف الأخير وهو حرف الياء مع شدة وضمتين ضمتين هو يون جندي جندي الكلمة السادسة والأخيرة تبدأ بحرف دال مع ضم وهو دو الحرف الثاني وهو حرف ميم مع سكون م دم ثم حرف اللام مع الضم ل ثم الحرف الأخير وهو حرف الجيم مع فتحتين هو جن دم لجن دم لجن دم لجن إذن أقرأ الكلمات كلها مرة أخرى جمال جبن جرس دجاجة جندي دم لجن الآن نكتب جملة تحتوي على حرف الجيم إذن سنبدأ بالكلمة الأولى الكلمة الأولى تبدأ بآلف مع كالصرف الأسئلة وهو إي i الحرف الثاني وهو حرف الشين مع سكون ش إش ثم حرف التا مع فتحة تا إشتا إشتا ثم حرف الراء مع هذا المد هو را إشترا 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 الكلمة الثانية وهي حرف الجيم مع فتحة جا ثم الحرف الثاني وهو حرف الدال مع شدة وكسرة دي جا دي وثم يكون هناك مد جدي إشترا جدي إذن نبحث ماذا إشترا جدي إشترا جدي حرف الجيم مع فتحة جا ثم حرف الميم مع فتحة ما جا ما ثم حرف اللام مع هذا التنوين لن لن جمالا إشترا جدي جمالا جمالا ثم حرف الوا ومع فتحة و وماذا و حرف العين مع كسرة عي عي ثم الحرف الثاني وهو حرف الجيم مع سكون ج عج عج ثم الحرف الأخير وهو حرف اللام أيضا مع التنوين لن و عجلا عجلا إشترا جدي جملا و عجلا إذن تعلمنا حرف الجيم قلنا حرف الجيم في بداية الكلمة يكتب هكذا في وسط الكلمة يكتب هكذا في نهاية الكلمة يكتب هكذا إذا كان مع ربط وبدون ربط يكتب بهذا الشكل تعلمنا حرف الجيم مع الحركات ومع المدود ومع التنوين إذن جا جو جي ج جا جو جي جن جن جين إذن هنا كتبنا كلمات تحتوي على حرف الجيم إذن أين هو حرف الجيم في هذه الكلمات؟ ما هو أين هو حرف الجيم في كلمة جمل نعم هذا هو حرف الجيم أحسنتم جيم فتحة ج جمل أين هو حرف الجيم هنا في هذه الكلمة؟ طبعا هذا هو حرف الجيم جو أين هو حرف الجيم في هذه الكلمة في كلمة جرس نعم أتى في بداية الكلمة وهو هنا جرس أين هو حرف الجيم في كلمة دجاجة نعم أتى حرف الجيم هنا مرتين المرة الأولى هنا والمرة الثانية أيضا هنا دجاجة أين هو حرف الجيم في كلمة جندي نعم أحسنتم أتى هنا في بداية الكلمة أين هو حرف الجيم في كلمة دملجون؟ نعم أحسنتم أتى هنا في نهاية الكلمة جون إذن الجملة هنا تحتوي أيضا على حرف الجيم اشترى جدي جملا وعجلا إذن أين هو حرف الجيم؟ نعم أحسنتم أتى هنا في كلمة جدي في بداية الكلمة جدي وأتى أيضا هنا في كلمة جمالا وأتى أيضا في كلمة عجلا اشترى جدي جملا وعجلا اشترى جدي جملا وعجلا أتمنى لكم تعلما جيدا وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تعطونا إعجاب وأن تعلقوا نلتقي بإذن الله في درس جديد مع حرف جديد طيب الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته